اشتراطات حوثية للمباحثات القادمة وتشكيك من الشرعية بنجاح السلام مع الميليشيا عنوان بارز لمشهد ما قبل مؤتمر جنيف المقرر عقده بداية سبتمبر المقبل وزير الخارجية خالد اليماني قال في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط إن المبعوث الأممي مارتين غريف سيصل إلى ما وصل إليه المبعوث السابق بأن الميليشيا لا يمكن الوصول معها إلى اتفاق سلام كونها تتلقى التوجيه من الخبراء الإيرانيين اليماني أكد أن الحكومة تنتظر ما أسماها بإجراءات بناء ثقة للدخول في المفاوضات القادمة وهي إجراءات سبق أن طلبها الرئيس هادي من المبعوث الأممي تتضمن إطلاق سراح المعتقلين ووصول المساعدات الإنسانية وأشار اليمان إلى أن الحوثي لا يزال يستخدم الأطفال والمختطفين كدروع بشرية فيما يبدو فإن هناك استجابة من الشرعية والتحالف لحضور المباحثات القادمة لكنه حضور مشروط بالحوار بناء على المرجعيات المعلنة وهذا ما أكد عليه مؤتمر مرجعيات الحل السياسي في اليمن الذي عقده مجلس التعاون الخليجي وأوضح عبداللطيف زياني الأمين العامل المجلس بأن دول التعاون الخليجي تدعم الحل السياسي وفق القرار الأممي ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية تجمع الشرعية والتحالف على القرار الأممي كمرجع للحل لكن الميليشيا الحوثية تقول بأنه قرار عفى عليه الزمن ولن تقبل وفق مصادر حوثية أي مباحثات مبنية عليه مما يعود الحوار وفق مراقبين إلى مربع الصفر وينبي عن مباحثات قادمة مسدودة الأفق